بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر إلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكها من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيعي الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكم في قلوب المجرمين لا يؤلمون به وقد خل السنة الأولين ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحون ولقد جعلنا في السماء برودا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأفدعهم شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لسلهم برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائم وما ننزله إلا بخدر معلوم وأرسلنا الياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازمين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارسون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخدين وإن ربك هو يحشره إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمه مسنون والجان خلقناه من قبل من نير السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمه مسنون فإذا سويته ونقفت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشري خلقته من صلصال من حمه مسنون قال فاخرب منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثني قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسو إن المتقين في جنات وعور أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليهم فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا مبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانقين قال ومن يطلق من رحمة ربه إلا الظالمون قال فما خطبهم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجنمين إلا آلوط إنا لمنجوهم أدنعين إلا امرأتهم قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آلوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جيناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدباراً ولا يلتفت منكم أحداً ومدوحاً يفتو مرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن أدابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون فأخذتهم الصيحة المشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمبرنا عليهم تجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقرنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحبر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحكون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة المصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيتهم فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمد من عينيك إلى ما متعنا به أسوادا منهم ولا تحسن عليهم واخطط جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين دعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين لنسألنهم أجمعين لنسألنهم أجمعين فسبح بحمد ربك وكل من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين لنسألنهم أجمعين لنسألنهم أجمعين